ومن لم تكن أوطانه مفخراً له فليس له في موطن المجد مفخرو ومن كان في أوطانه حامياً لها فذكراه مسكن في الأنام وعنبره والآن نقرأ سورة الفاتحة لأرواح شهداء قواتنا الأمنية البطلة وشهداء الحجد الشعب الوطني وقوفاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم شكرا لكم